رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل أعزائي المشاهدين وإن شاء الله تبارك وتعالى الحلقة ديتها تكون عن موضوع بيشغل الناس كلها اللي هو موضوع الحسد طبعا هنعرف الحسد لغة واصطلاحا وأنواع الحسد والدليل من القرآن والسنة على الحسد وما هو حكم الحسد ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الحسد ما هي أصار الحسد وأضراره على الفرد والمجتمع أولا تعريف الحسد تعريف الحسد مصدره حسدة يحسده وهو تمني فضل وزوال النعمة من عند غيرك وانتقالها إليه يعني إزاي الحسد اللي شغل الناس كل يوم وليل ونهار بين الناس وبعضها أولا الحسد مصدره حسدة يعني إزاي مصدره حسدة إن بيجي إنسان بيكون قلبه مليان بالبغضاء والكراهية وعايز تمني زوال النعمة إن هي تزول من عندي وتنتقل إليه أهو ده الحسد اللي شغل الناس ليل ونهار تعريف الحسد إصطلاحا قال الإمام الجرجاني الحسد هو تمني زوال نعمة المحسود إلى الحسد وانتقالها إليه يعني إزاي الكلام بتاع الإمام الجرجاني بيقول والله الناس اللي بتحسد الناس بيبقى إيه اللي بيحصل عندها؟ إن هو بيتمنى زوال النعمة من عند غيره وانتقالها إليه لإن هو بيحب نفسه فبدأ هنا الحسد يتملك فيه وبدأ الحسد في اللحظة وفي الوقت يأثر في الفرض والمجتمع وقال الإمام الكوفي الحسد هو اختلاف القلب اختلاف قلوب الناس لقصرة الأموال والأملاك يعني إزاي كلام الإمام الكوفي بيقول إيه مصدر الحسد الحسد ده بييجي إزاي إني لما الأموال والأملاك بتقتر عند الإنسان يقول لك إيه فلان ده من أين لك هذا يعني قالوا الفلوس دي منين وهي أن يتمنى الأملاك دي أن تنتقل إليه بدليل قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في سنتين رجل آتاه الله العلم ورجل آتاه الله الماد يعني راجل ربنا أتى العلم فلزم يتحسد عليه يقول لك فلان ده بأعالم ورجل آتاه الله المال فهو ينفك منه آناء الليل وأطراف النهار يعني هو راجل خير فبتبدأ إيه الأنظار تختلف عليه يقول لك هو جاب الفلوس دي منين هو بيتاجر في ربه أو الراجل ده بيعمل إيه فهي تمني زوال النعمة من عند غيرك وانتقالها إليك بعد كده الدليل على الحسد من القرآن وهي صورة الفلق وقال الله سبحانه وتعالى كل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد يعني سمى الله سبحانه وتعالى صورة في القرآن بتخص الحسد ولا تحاسده كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق العين والحسد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسد في ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في العيد قال أدخلت الجمل القبر وأدخلت للرجل القبر إزاي ديه؟ يعني بالحسد ممكن الجمل اللي مشى على رجله يبقى معلش في قدر يعني في حل كبير قوي ويموت بسبب العين وادخلت الرجل القبر يعني هي اشد من المرض اللي هو الحسد بيكون اشد من المرض وخطورته على الانسان والفرض والمجتمع ان هي ممكن تاخد بالانسان من ان هو انسان صحيح وسليم الى مرض وربما يؤدي الى وفاة انواع الحسد اتنين اولا قراهية النعمة على المحسود يعني انا مش عايز النعمة دي تبقى عند اخوي وتبقى عندني انا مش عايز النعمة تبقى عند جاري وتبقى لياني لانني انسان كويس فهنا اللي اعطالوا الاحاء بالموضوع ده اللي هو القلب كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن والشاهد من حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البغضاء والقراهية هي التي تؤدي بالإنسان إلى مرحلة الحسد تاني حاجة أن يكره فضل ذلك الشخص عليه فيحب أن يكون مثله أو يكون أفضل منه يعني إزاي تاني حاجة أنني أتمنى زوال النعمة من عند الشخص دهوت وتنتقل إلي علشان أبقاني أنفق في سبيل الله وطبعاً بيبقى بيكنز الذين يكنزون الذهب والفضة يعني بيكون عايز يكنز ما بينفقش في سبيل الله مراطب الحسد أول حاجة تمني زوال النعمة عن الغي يعني أنا عايز النعمة اللي عند محمد أو إبراهيم أو سيد أو علي أو أي شخص تزول من عنده علشان تنتقل إليه وهي طيب نطلع فاصل إن شاء الله تبارك وتعالى ونرجع لحضراتكم تاني رجعنا لحضراتكم أحبائي وأعزائي المشاهدين بعد الفاصل وكنا بنتكلم مع حضراتكم عن موضوع الحسد اللي هو بيشغل الناس والناس تعطلت مصالحها من الحسد اللي هو بدأ يملى أغلبية بيوت المسلمين إلا من رحمة ربي فمن الناس ما نتئذى بسبب السح وحياته وقفت وما عادتش فيها استقرار وبدأ يبقى عنده خمول في حياته وبدأ يبقى عنده كسل في حياته فلا يكون الأشياء بترجع لطبيعتها إلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى زي ما كنا مع حضراتكم بنقول مراتب الحسد أولا تمني زوال النعمة عن الغي يعنيني عايز النعمة اللي عندي غير دي تنتهي تاني حاجة تمني زوال النعمة ويحبها أن تنتقل إليه فقط يعنيني عايز المال اللي عندي محمد أو سين أو أي أحد من الناس تنتقل إليه وما تروحش لحد تاني تالت حاجة أن يتمنى زوال النعمة عن الغي بغضا لسبب شرعي يعني أنا عايز الموضوع ده هو ينتقل ليه علشان لإن أنا بحب المال لإن ربنا قال وتحبون المال حبا جم يعني إحنا بنحب المال أكتر من الولد فبيكون في حسد في المال زي ما قلت لحضراتكم معنا اتصال أم محمد أهلا وسهلا بحضرتك يا فاند أهلا بحضرتك الشيخ محمد دعطية أهلا وسهلا يا فاند ما سمعك سمعك أهلا بحضرتك لو سمحت أنا عايزة بس أعرض مشكلتها أنا فأنا عندي يعني أنا حتى أن أنا عندي قرب جامد في بيتي يعني طيب في عجالة سريعة يا فاندم مشكلتك إيه يا فاندم أنا كنت سكنة في مكان وبعد كده عندي بنتي يعني شعرها بيقع وبيت طيب هي كان شعرها طويل يا فاندم اه كان شعرها طويل طيب في حد في حد معين شف شعرها لا ما فيش معرفش بس هي أنا أنا جبت كانت بتسيب شعرها قدام حد غريب كانت بتسيب شعرها قدام حد غريب اه اه يعني أنا كان عادي يعني لو هو العادي تمام يا فاندم هنجاوب بس وعدين حضرتك وانا هو سأقول لحضرتك أنا جبت الشيخ وكده قال لي ده هو ده في حد عمل لها عمل وكده تمام وهو ما عمل لها وقف حال ونيامة طيب يا فاندم هو ان شاء الله انا هجاوب حضرتك بإذن الله تشرفتين يا أم محمد اه الموضوع اللي عند بنت أم محمد هو موضوع حسد مزمن يعني حد شاف شعرها وهو طويل فحسدها فأسأل الله تبارك وتعالى أن يشف مرضانا ومرضى المسلمين وإن شاء الله تبارك وتعالى هنكمل موضوع الحسد أن يتمنى زوال النعمة عن المحسود ولكن يتمناها لنفسه يعني زي ما احنا بنقول كده لو أنا ما حصلتش على المال ده أنا عايز الدنيا تبوز علشان أنا أحبب معانا أم محمد اتصالت أهلا وسهلا يا أم محمد السلام عليكم عليكم السلام أهلا وسهلا يا حضرتك فانتك ربنا يحفظي ربنا يخليك لو سمحت أنا كنت عن جزا أسأل حضرتك سويا في عجالة يا فندم أسمع تحت أمرة هو إذن كانت شاف كده حاجات كده من فترة قليلة يعني في البيت ده خيال كده في البيت يا فندم ولا بره أيوة لا في الشقة بتاعته بس لسه ما تكنت أيوة الشقة دي كانت مقفولة من فترة وبدأ يدخل هو فيه هو كان بيتشاطة فيها يا فندم وبدأ يتشاطة فيها وبيدخل من الوقت لتاني آآ بيدخل يعني أصلا مفيش حد ساكن في الشقة أصلا لا خالص خالص لست ما تخرجتش هو عريش داخل على جواز أصلا آآ داخل على جواز تمام يا فندم أنا 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 هجاوب حضرتك يا فندم طيب يا فندم هقولك بس على الحاجات اللي سوفها بطرعة آآ أهلا بيك يا أصلا نا أهلا السلام عليكم عليكم السلام أهلا بيك يا فندم أزاك يا شيخ أزاك يا فندم ربنا يحفظك يا فندم نورطين كنت عايد سأسأل حضرتك أعرف إزاي إن أنا آآ أعرف إزاي حضرتك إن أنا محصود يعني أو في حاجة لعندي تمام يا فندم تمام يا فندم هجاوب حضرتك يا فندم نرجع لأسئلة الناس اللي اتصلت علينا أولا موضوع أم محمد البيت في سكان لابد إن الشقة تتنظف بمية قرآن وتترش في جميع الأركان بمية قرآن لابد إن الشقة كلها تترش بمية قرآن في الأركان وبعدها إن شاء الله وننظف البيت والشقة لمدة 3 يام بملح خشن مع مية موارد دي سؤال أم محمد أما سؤال الأستاذ أحمد اللي هو بيقول إزاي أعرف إن أنا محسود إزاي أعرف إن أنا محسود إنني بيحصل عندي خمول يعني أنا متكاسل وبحس دايما بخن أو اصداع وبحس دايما بوجع في رجلي ففي اللحظة دي بحس إن أنا فعلا حياتي معطلة فدي بيظهر لي إن أنا فعلا محسود طيب ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في موضوعنا الأسباب التي تؤدي إلى الحسن يعني كل الناس اللي بتسمعني وبتشاهدني الوقتي عايزك تسمع الأسباب التي تؤدي للحسن أول حاجة العداوة والبغضاء والحقد الأسباب اللي بتجيب الحسن اللي هي العداوة والبغضاء والحقد يعني أنا قلبي مليان يعني زي ما احنا بنقول كده بالمعنى البلدي أنا قلبي مش نضيف والعداوة والحقد يعني هو معانا الأستاذة فاطمة أهلا وسهلا بك السلام عليكم عليكم السلام أهلا يا فندم إزيك يا شيء؟ ربنا يحفظك يا فندم شرفت بك السؤال حضرية لو فمحت كنت أعزي أقول لها حضرتك بحاجة بسرعة؟ اتفضلي يا فندم لو فمحت أنا فيه مشاكل كده بيني وبينجوزي وكده وحاسة أنه يعني بنرتفعش مع بعض طيب يا فندم أنت بينك وبين نفسك حاسة أنه مثلا بيخونك أو كده؟ الإحساس ده وصل لك؟ لا حاسة أنه ما فيه مشاكل لنا حب بس اه اه يعني الدنيا تغيرت بس؟ او وبيننا عيلين يعني تمام 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 طيب أنتوا قاعدين في بيت عيلة ولا قاعدة لوحدك؟ لا أنا قاعدة لوحدة برا تمام يا فندم تمام إن شاء الله نجاوب حضرتك يا فندم موضوع المتصل اللي كانت معنا الوقتي هو موضوع لابد أن يقرأ آيات الركية الشرعية في البيت علشان فيه حسد خفيف موجود في البيت وعدم التفاهم اللي هو لابد أن احنا نجلس مع بعض ونسمع أخطاء بعض يعني أنا عند أخطاء كذا لابد أن هي تتصلح أنا عند مشاكل كذا لابد أن أنا صلحة مش بننسب كل حاجة أو ننسب أي موضوع للحسد والسحر والشعوازي لا إحنا ما بنقولش الفكرة دي إحنا بنقول لابد أن يكون فيه تفاهم أسري علشان خطر الأولاد اللي موجودين بنا عشان الحياة تستقر الأسباب التي تؤدي للحسد زي ما قلت لحضرتكم العدوة والبغضاء والحكم التعزز والترفع يعني بيقول إيه الحاجات اللي بتقدل لحسد إن هو بيلبس كويس إن هو دايما بيتكبر إن هو دايما متعزز على الناس تالت حاجة حب الرئاسة وطلب الجاه للنافس يعني أنا عايز أكون صاحب شأن كبير بين الناس فهنا دي الأسباب التي تؤدي للحسد ظهور الفضل والنعمة على المحسود يعني إيه الأسباب اللي بتؤدي للحسد بالترتيب العدوة والبغضاء التعزز والترفع ترفع حب الرئاسة والجاه والحب للنفس ظهور الفضل والنعمة على المحسود بعد كده حب الدنيا ساتة حاجة الكبر وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا وإياكم شر الكبر اتصال معنا أم حبيبة أهلا وسهلا بك يا أم حبيبة السلام عليكم السلام كيف حضرتك؟ ربنا يبارك فيك يا فندم أهلا بك بقول لحضرتك يا شريف لو سمحت أنا بقالي أكتر مسامة سنين أنا وزوجي في مشاكل هو مساكل في الخارج تمام ومفيش حاجة كلها يعني كل أمورنا كلها متعصلة تمام يا فندم ومعي طفلين طيب أنت حضرتك لا ديش حاجة تكمل خالص يعني كل حاجة ننوي يشتريها ما يكملش فيها كل حاجة ننوي يعني ناخدها برضك ما تكملناش طيب مش عاك في الصراحة إلا عندي نوات ديما على طول في مشاكل جمزة جمزة إنت حضرتك بتجلسي ببيتك لوحدك يا فندم؟ ولا معاك حد يعني معاك حد من الأهل بيجلس معاك في البيت ولا أنت بتكوني في بيت لوحدك يا فندم؟ لا أنا في بيت واحدة تمام تمام بس حضرتك بتشوفي مثلا مشاكل بتخصك في البيت وكده بتحسي بخنقة بديقة أو حاجات مندي يا فندم؟ أهلا بحسي دايما على طول في عيابت عندي دايما أنا بصلي بتتمنع عن الصلح بتحس أن أنت بتتمنع عن الصلح آه تمام طيب حضرتك بتشوفي ملمات تقليقك يا فندم؟ يعني ساعات بشوف ملمات بس يعني غريبة وممكن بصح أنساها كده آيو 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 تمام ها جاوب حضرتك يا فندم؟ موضوع حضرتك إن لابد إن الشقة عندها بتتنظف بمية قرآن زي ما قلت لحضرتكم لإن هنا في سكان في الشقة يعني مش إن إحنا بنخوف حضرتك أو حاجة إن في سكان في المكان لابد إن إحنا بنيجي بنعمل إيه؟ بنجيب مية قرآن آيات الركج شرعية وبنضعها في الأركان وإن شاء الله تبارك وتعالى ونشوف حد يرقي زوج حضرتك برضو هتيجي بص تعم الفائدة بإذن الله سبحانه وتعالى الأسباب نكمل مع حضرتكم الأسباب التي تؤدي للحسد الكبر ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال زرة من كبر يعني الإنسان المتكبر لابد إنه هيصب حسد لإنه دايما عنده غرور لإنه دايما شايف إنه هو أفضل من الناس ولا يدخل الجنة كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال زرة من كبر شدة البغي وقصرة التطول على العباد يعني أقول للناس اللي بتطول على عباد الله وعلى خلق الله ويجي مثلا يعطيهم الإنفاق يقول لهم إحنا هنبدل نصرف عليكم لإنك بلسان الحال يعني بيبدأ يطول على الناس فدي من الأسباب التي تؤدي إلى الحسد المجاورة والمخالطة ومعرفة أسرار البيوت وديت اللي احنا هنركز عليها أوي المجاورة والمخالطة بين الناس ومعرفة أسرار البيوت يعني إزاي بتيجي الجارة بتقعد مع جارتها وتقول لها والله أنا جوزي ربنا بيفتع عليه وبيعطيه مال كتير قوي وبتبدأ تعرف أسرار البيت ودي من الأسباب المؤدية للسحر ودي خطر شديد على بيوتنا وبيوت المسلمين إن إحنا ما بنصونش أسرار البيوت وتقول لها والله أنا جبت لابني كذا وجوزي جاب لي كذا وبنتي لابسة كذا وابني لابس كذا ومعانا كذا فدي من الأسباب التي تؤدي للحسد أصلا معانا أمو عبدو أهلا وسهلا أمو عبدو أهلا بيك يا ابن الله يبارك فيك يا ماما أهلا بيك يا ابن ربنا يحفظك تفضلي يا فندم وقتنا معاية ثلاثة شباب يشتغلوا بحلوين في الشغل حضرتك منين يا فندم؟ وعودوا مرة واحدة حضرتك منين يا فندم؟ من السرعية أهلا وسهلا بك يا ماما السرعية إن شاء الله تمام طيب يا فندم هم الوقت هم عندهم نية للشغل أهلا بشكلهم غريب أه يعني هم عندهم نية للشغل ولما بيروح الشغل نعم عندهم نية للشغل أه ولما بيجوا يروح الشغل بيحصل عكسات بيجبوا عندين يفعلوا يشغلوا أه بيحصل فيه عكسات أو حاجات مندي ترجعهم عن الشغل نعم ما بيطلعوه أه تمام ما بيطلعوش من البيت أصلا أه طيب هم يا فندم بيشتكوا من معدتهم أو صداع أه وتحت العين هنا بيكون أزرق وإسود شغل ترجعهم دوخة وزرقالهم تمام تمام طيب ترجعهم تحت العين أصفر أه فيه وجع في المعدة يا فندم فيه حد منهم ونوم بقى على طول أه نوم وخمول عايزيني ده نوم نايمين على طول تمام تمام يا فندم أهما ما شاء الله من الناس الجمال صح أه مش عارفة عمل إيه ولادك من الناس الجمال الحلوين يعني أيوة حلوين أيوة هم متقربين في السن يا فندم التلاتة متقربين في السن تمام يا فندم خلاص يا فندم أجاوب حضرتك أجاوب حضرتك شكرا أجاوب حضرتك الوقت اتصال الحجة معنا إن بتقول إن أولادها عندها تلات أولاد وموضوع الشغل معهم واقف أقول لها يا حضرتك هنا في حسد مزمن لأن ما شاء الله أولادك من النوع اللي بيهتموا بمظهرهم قوي فأصبهم حسد مزمن والحسد المزمن زي كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العي أدخلت الرجل القبر وأدخلت الجمل القدر يعني دي حسد مزمن لابد إن أولادك يتركوا بآيات يركوا بآيات الركة الشرعية علشان إن شاء الله أمور حياتهم تبقى طبيعية وكويسة إن شاء الله سبحانه وتعالى أولا يعني نرجع لحضراتكم لو قال قائل أبتليت بالحسد فكيف أزيل يعني لو جي واحد وقال والله أنا عند حسد معانا اتصال أم أم جد أهلا وسهلا بك يا أم أم يا ريك وطي صوت التلفزيون يا فندم ويكلمين من التلفون عليكم السلام أهلا يا أم نحن دكتور أحنا نطلع بره نجي بنبحث عن فاني طب هنرد هنرد عليك يا فندم شكرا 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 لو قال قائل أبتليت بالحسد فكيف أزيل يعني لو أنا عندي حسد إزاي هزيله للسؤال اللي جالنا في أول الحلقة أولا التقوى والصبر لابد بالتقوى والصبر أن أنت تتجر مع ربنا وتصبر على الأزى كما كان يفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جاره اليهودي حينما كان يصنع الأزى والكذورات على باب حجرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وفي يوم ملقاش الأزى فبدأ يسأل أين اليهودي فقالوا له هو في مرض وأصابه تعب يعني الراجل اليهودي ده عنده تعب ما معانا الأستاذة مهة من القاهرة أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا يا أستاذة مهة السلام عليكم عليكم السلام أهلا يا فندم أيها يا شخاطية لو سمحت هو ممكن للحسنة يعطل جايز دوابك أكيد يا فندم أكيد أكيد طب أنا استمرتك علاج كتير بالقرآن أيها تماما استمرتك لابد هجاوب حضرتك وبعدين حاجتك وبعدين بعد حضرتك وبعد حضرتك حاجتك بتاعك بنص جسمي بتحتين تماما فيه مغص في المعدة يا فندم هو كان المغص بيجيلي بس بعد ما دعليك أه بنشكرك بنشكرك يا فندم وهجاوب حضرتك بنشكرك و هنجاوب حضرتك اللي عند حضرتك يا استاذة مهة ده سحر مشروب ده سحر مشروب في المعدة وهو اللي بيسبب ألم عند حضرتك في المعدة وإن شاء الله تبارك وتعالى لابد إن انت بتأتيب أعشاب بمخصصة لإزالة السح بآيات الركة الشرعية تقرأ على مية وتشربها وإن شاء الله تعم الفائدة لو أهلا بك يا أستاذة ولاء معنا الله يخليك إزايك يا شيخ ربنا يحفظك يا فندم لو سمحت يا شيخ أنا بصت رحت للدقاترة كلها وعندي وعملت منذار على المعدة معتي تعباني ومرخصش مفيش فايدة تمام تمام يا فندم نعم ساعات جنبي ساعات جنبي في وجعني جامج وساعات المعدة برجع منها ترجيع وخدت علاج الدنيا كله أيوة سامع فاهمك فاهمك طمام فأنا على طول بحلم برضه وبأحلم مش كويسة فكله بقول اللي انت محسودة اللي انت محسودة ومعاكي نستجام ده فرص الشيخ أخراني قال اللي انت مخطيه على السحر فا مش عارفة هو صحيح ولا مصطيح لا يا فندم موضوع حضرتك هنجاوب حضرتك موضوع حضرتك ان انت شربة سحر والسحر ده مؤثر على المعدة عند حضرتك وبدليل ان انت دايما بتتشك من المعدة والحاجة التانية ان انت ما تقدرش تطلعي من البيت أصلا لان ده مؤثر عليك صحي تمام لو قالك خائل ابتليت بالسحر فكيف أزيل زي هنرجع لحضراتكم تاني التقوى والصبر لابد ان انا نصبر على الازع عشان ربنا ينجيني تاني حاجة القيام بحقوق المحسود يعني ازاي لواني عايزة زيل الحسد من عندي نفسي اولا بالتقوى والصبر تاني حاجة القيام بحقوق المحسود يعني ان انا انفق من المال آناء الليل واطراف النهار لان كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدق وتالت حاجة عدم البغضاء اوجه رسالة لكل من يحمل في قلبه بغضاء وراء القراهية اقول لك اتقل له لان البغضاء والقراهية مش هتدخل بها الجنة وهتدخل مع من ادعو الكبر والدعو كل شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالي رابع حاجة العلم بان الحسد ضرر يعني لابد ان انا اعرف عشان ازيل السحر ده خالص لابد ان انا اعرف ان انا محسود علشان ازيله بايات الركيا الشرعية وبالماء المكرؤ عليه ايات الركيا الشرعية السناء على المحسود وبره يعني ازاي ان انا هسني على الانسان المحسود أو الإنسان الحاسد مع ذرطة الإنسان الحاسد لابد أن أنا أسنع لي أقول له والله أنت إنسان كويس أنت إنسان بتحب الخير ساتت حاجة إفشاء السلام لأن السلام هو تحية الإسلام فإفشاء السلام يجعل المحبة والمعرفة بين الناس وبعد كده الإخلاص قل ما تجد إنسان عنده إخلاص يخلص نيته إلى الله سبحانه وتعالى ويكون صادق في نواياه يعني قل ما تجد إنسان عنده إخلاص علشان يكون صادق لأن لو وصلت لمرحلة الإخلاص هوصل إلى مرتبة التقوى وإذا وصلت إلى مرحلة التقوى وصلت إلى مرحلة المحبة فإذا وصلت إلى مرحلة المحبة أحبني الله وأحب فيها جميع الخلق فينادي الله سبحانه وتعالى ويقول يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فينادي جبريل ويقول يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه ويا أهل الأرض إن الله يحب فلانا فأحبه فيضع الله الله القبول عند الشجر والحجر لأن الله هو الذي أحبه فإذا أحبه يسر لك كل أمور حياتي بعد ذلك تم حاجة كراءة القرآن شفاء لما في الصدور وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ويحفظونهم من أمر الله وحفظا من كل شيطان مارد كل الآيات التي نزلت في فضل العلاج بالقرآن كلها شافية ويكفيك أنك تقرأ آيات الركيا الشرعية وإن لم تحفظها فعليك أن تدخل إلى الإنترنت وإلى وسائل التواصل وهتلاقي آيات الركيا الشرعية موجودة وهي موجودة عندنا بإذن الله على صفحتنا إن شاء الله واللي مش هيقدر يتواصل معنا يتواصل على الصفحة وهيستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى تسح حاجة تذكر الحساب والعقاب يعني وإنت بينك وبين نفسك قبل ما تفكر تحسد أي إنسان لابد أن أنت تفتكر عقاب ربنا لأن ربنا بيسامح في حقه ولا يسامح في حقوق العباد فاتقي دعوة المظلوم لأنه ليس بينها وبين الله حجاب بدليل كان هناك ملك ومعه ولده فبعدما كانوا أعزه فأزلهم الله لأنهم لم يحكمون بالعدل فحينما جاء ابن الملك وقال له عجبا يا أبي بعدما كنا أزله فأعزنا الله قال له يا ولدي إنها دعوة المظلوم فاتقي دعوة المظلوم لأنها ليس بينها وبين الله حجاب يعني ربنا بيسامح في حقه وما يسمحش في حق العباد أبدا ودي رسالة بنوجيها لكل الناس إن لابد إن إحنا نترابط واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لابد إن إحنا يكون في بيننا تسامح لابد إن إحنا يكون في بيننا شيء من الكلام الطيب لابد يكون في بيننا ذكر ذكر واستغفار لأنك حينما يكون لسانك رطب بذكر الله لا يصيبك ضر إن شاء الله تبارك وتعالى معانا الأستاذة ولاء من الده أهلية أهلا وسهلا بك يا فاند أيوة ساموة عليك يا شيخ ما ليس أكلمك من سويا مع عليك أيوة يا فاند عايزة تفكر تاني لو سمحت الروفية الصرعية عايزة إيه اللي يحميني إن أنا أنا دلوقتي الشيخ بيقول إن أنت معدية على السحر هل هو مزبوط ولا مش مزبوط وعايزة أحسن نفسي هل أشغل بتلكون عن الروفية الصرعية عادي ولا إيه بتنفع ولا متنفع لابد إن يكون فيه شخص يا فاندم هجاوب حضرك لابد إن يكون حد يقرأ على مية وعلشان تعمه البركة والفائدة لأن ساعة لما هتعمه البركة والفائدة إن هو يقرأ كلام ربنا على المية مش إن أنا هسمع بموبايل أو مشابه ذلك تمام وإنت حضرتك زي أنا قلتلك أنت فيه عندك سحر وإن شاء الله بعد الحلقة بيتكلمينها وأنا بقول لحضرتك فيه أعشاب إن شاء الله تبارك وتعالى بتستخدميها وربنا بيعم البركة والفائدة عليك إن شاء الله عشر حاجة في الإنسان اللي بيقول أنا بتليد بالسحر فكيف أزيل الدعاء والصدق فالدعاء مخ العباد لا بد إنك تدعي الله سبحانه وتعالى يعني تدعي ربنا للونهار إن يخفف عنك الأزه وتدعي ربنا لأن الدعاء كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكسره من الدعاء لا بد إن انت تكسر من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى حتى ينجيك من عقابة لأن الصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى وإن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقات بتاعتني كل حلقة هنأتي بموضوع بيشغل الناس وإن شاء الله هنجاوب عليه بكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى وهنجاوب حضراتكم وهيكون معنا حلقات وإن شاء الله تبارك وتعالى لا أنسى إن شاء الله في الحلقة القادمة هيكون معايا الراعي الرسمي لبرنامج نور الحق الأب والصديق والحبيب الحج وجيه السنتيسي والمستشار القانوني للشركة ومعاه إن شاء الله تبارك وتعالى المدير التنفيذي للشركة وهيشرفونا إن شاء الله في الحلقة الجاية في نفس الموعد وإحنا بنحبكم في الله ودايما لا ننسى لا ننسى كل من ساهم معي لا أنسى وأسأل الله تبارك وتعالى إلى أخي وإلى صديقي وإلى حبيبي الأستاذ محمد الملك اللي دايما بيكون يشجعني ومساند لي في قناة الصحة والجمال فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه بالخير كله عاجلا وآجلا ولا ننسى حضراتكم من الدعاء اللهم مش في مرضانا ومرضى المسلمين اللهم مش في صدور قوم المؤمنين اللهم إنا نسألك في هذا اليوم العظيم الطيب المبارك أن تنجي المسلمين من الضرر وأن تنجي كل إنسان من الحسد فإنا نحبكم في الله فانتظرونا في الحلقات القادمة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته